السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في احسن الاحوال وانتم ما كتشاهدوا هالفيديو مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بوشرا شانال ومتسنونيش اخوتي من اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع اعتقال اليوتوبر المغربية ايمان كوين فخليكم معايا اخوتي باش تعرفوا على التفاصيل وتسمعوا شنوقع فكيفما كتعرفوا اخوتي بلي اليوتوبر المغربية ايمان كوين كتسمر بفترة صعيبة وشفنا التدوين اللي انزلت على الحساب دياله عبر موقع السواصل الاجتماعي انستغرام واللي خلقت درجة كبيرة واللي كانت قالت فيها انا ايمان اوبلان ام لثلاثة اطفال اميرة احمد وامين اليوم غادي نمشي انا وولادي غادي نديهم معايا لدار الحق ما نقدرش نعيش بلا بهم كانت تعرض للتهديد والابتزاز انا غادي ندي معايا ولادي لدار الحق ماما وبابا كان بغيكم دعيوا معايا ما خلونيش نعيش فهد تدوين خلقت درجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي ومن بعد شفنا اللي خرجت بي ايمان حتى هو خلقت درجة كبيرة فالزوج ديالها مشاعف البلاسة دار بها شكاية عند الشرطة وقال لهم بلي السيدة بغت وضع حد الحياتها وبغت قتل لي احتولادي فهد شي خلت الشرطة انها تبدأ البحث وتقلب عليها في مكانت فاليوم تم اعتقال اليوتبر للمغربية ايمان فعلى حسب الموقع الاعلامي اللي نزل هاد الخبر كيقول عاجل ومباشرة من الدار البيضاء اعتقال المؤثرة الشهيرة ايمان كوين واللي دارت قصة طلاقها مع راجلها ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي حول ولا قوات الا بالله العلي العظيم فكيف ما سمعته خسيب اللي ايمان تعتقلات من بعد ما دارت هذك اللي فونز لات هذك تدوينة على الحساب ديالها وكيقولوا باللي القديد دخلوا فيها الجمعيات فالليدي اللي همسكنتها والدي الخير صراحة بقات فيها بزاك والله العظيم فالليكن معاها والليدي اللي همسكنتها والدي الخير فكنت تدرك حسيس علقاتكم بخصوص الموضوع شكرا على حسن المتابعة الى فيديو قادم ان شاء الله مع السلامة